السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناة مستر كحل مرحبا بجميع الأخوة الأفاضل في دورتنا الجديدة دورة البراند ابل دومين حيث أننا قمنا بالتعرف على درسين مهمين هما أنواع المتجرين في الضمينات وأيضا العقلية الصحيحة للمستثمر في الضمينات والذي يرتكز على أن تمتلك بورتفوريو مليء جدا بالضمينات الجيدة جدا كان من المهم جدا أن أتحدث عن هذه الدروس المفيدة قبل أن أمر معكم إلى البراندات وكل ما يخص من المهم جدا أن تفهم هذه الأشياء التي تم شرحها قبل أن تمر معي إلى البراندات وتخوض وتغوص معي في كل ما يخص البراندات كيفية إنشائها كيفية بيعها وهذه الأشياء إن كنت أول مرة تشاهد فيها قناة مستر كحل فلقد قمنا بدورة شاملة حول تجارة الضمينات وقمنا أيضا بدورة حول تسويق الضمينات والحمد لله لقد بدأت تظهر تمار هذه الدورة حيث أن العديد والعديد من المتابعين الأعزاء أصبحوا يحققون العديد والعديد من المبيعات إن كنت أول مرة تشاهد في هذه القناة قم بالاشتراك الآن في القناة لأنك لن تندم على هذا فالمحتوى الذي ينشر في هذه القناة هو محتوى حصري لو وجد له في الوطن العربي بأكمله نقطة أخرى مهمة يجب أخذه بعد الاعتبار هو أنك إن أردت الحصول على دراسة حالة قمت بها لضمين قمت ببيعه في ثلاثة أيام حيث أنني سوف أقوم بمشاركة معك الضمين الذي تم بيعه سوف أشارك معك الرسائل التي أستعملها وكذلك سوف أريك الطريقة التي نهجتها خطوة بخطوة من أجل بيع هذه الضمينات فأنصحك بالاشتراك عبر هذا الرابط سوف تضع اسمك والإيميل الخاص بك بعد هذا سوف تقوم بالحصول على دراسة الحالة في بضع دقائق هذه الدراسة سوف تنفعك كثيرا وسوف تجعلك أنت أيضا تحقق مبيعات كبيرة في وقت وجيز جدا اليوم إن شاء الله سوف يكون مقدمة لدورة البراند ايبل دومين حيث أننا سوف نتعرف على مجموعة من الأساسية المهمة سوف نتعرف أيضا على كل ما سوف نتعلمه في هذه الدورة وأيضا سوف أريك الوعود التي أعذك بها عند تطبيقك لهذه الدورة وتأكد معي بأنك سوف تستمتع بهذه الدورة وسوف تحقق منها أرباحا كبيرة جدا لن تتخيلها أبدا قبل أن نمر ونقوم بشرح كل شيء على حدة سوف نبقى مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم إن شاء الله بعد نهايته إذن هذا الفيديو هو برعاية موقع نيم سايلو نيم سايلو هو أحد المواقع المعروفة جدا في مجال تجارة الضمينات حيث أنه يعتبر أحد الرجسترار المعروفين جدا في هذا المجال يوفر لك أتمنى في المتناول يوفر لك استضافات VPN ومجموعة من الأدوات التي تفيدك في البيزنس الخاص بك وأيضا التي تفيدك في مجال تجارة الضمينات موقع نيم سايلو أيضا يمكنكم شراء منه الضمينات بأتمنى رخيصة جدا وأي شخص قام بشراء ضمين باستعمال موقع نيم سايلو وقام باستعمال الكوبون التخفيض الذي سوف يظهر لك الآن في الشاشة والذي هو ميستر كحل فسوف يحصل على فيديو مهم جدا يشرح لك كيفية إيجاد الألاف من الزبائن المحتملون في وقت سريع وسريع جدا أي شخص قام بشراء ضمين باستعمال هذا الكوبون فقط قم بمرسلتي على الإيميل الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو أو سوف تراه هنا في الشاشة إذن بعد أن تعرفنا على موقع نيم سايلو سوف نمر الآن إلى الشرح العملي إذن مرحبا بكم مرة أخرى على قناة ميستر كحل شكرا لك على اشتراك إن كنت مشتركا وإن لم تكن مشتركا فشكرا لك أنت أيضا وقم بالاشتراك الآن دورة البراند إبل ضمين هي دورة تعتبر قوية وقوية جدا سوف تجعلكم تحققون منها أرباح كبيرة جدا أكبر بكثير من دورة تجارة الضمينة الشاملة لأنك هنا سوف تستثمر في ضمينات تعتبر ضمينات قوية وقوية جدا أول شيء سوف نقوم بالتعرف عليه هو أنك سوف تتعرف على ما الذي سوف تتعلمه في هذه الدورة أول شيء وهو يعتبر مهم جدا هو أنك سوف تعرف آلية عمل البراندات في الصور فالبراندات وهي أسماء الشركات أو المنظمات وهذه الأشياء فلها آلية عمل مهمة جدا سوف تتعرف عليها إن شاء الله في دورة البراند إبل ضمين تاني شيء وأنك سوف تتعرف على الطرق المعتمدة في إنشاء البراندات فجميع البراندات التي ترى الآن إما في الشركات إما في المنظمات إما في الجمعيات وغيرها من هذه الأشياء فهي تعتمد على طرق معتمدة هذه الطرق هناك من يعرفها ويقوم بتطبيقها وهناك من يطبقها بدون أن يعرفها وفي دورتنا سوف أعلمك هذه الأبجاديات وسأعلمك أيضا المفاتيح التي تجعلك تقوم بإنشاء أي براند كيفما كان لأي شركة كيفما كانت في أي نيتش كيفما كان الدورة سوف تكون قوية وقوية جدا وسأجعلك تقوم باحترافها وتحقق منها أرباحا كبيرة إما في بيع الضمينات وإما في اختيار براند لشركتك أو أن تقوم بعمل براند لشركات الأخرى ثالث الشيء هو أنني سوف أريك الطريقة الفعلية والطريقة العملية كما العادة لإنشاء البراندات الجديدة إما لشركتك أو للمتجرة أي أنني سوف أريك كل شيء خطوة بخطوة بأشرح العملي والتطبيق بنفس الطريقة التي شرحت بها دورة تجارة الضمينات الشاملة فجميع الشروحات التي أقوم بها هي شروحات عملية لأنني لا أحب كثرة الكلام دائما ما أحب أن يكون الأمر عملي وبدون أي تضخيم وبدون أي كذب أو بوتين رابع الشيء وهو مهم جدا وهذا الأمر هو الذي سوف يتمحور فيه دورة البراند إبال لومين هو أنني سوف أريك طريقة بيع هذه البراندات أي أنني سوف أريك المنصات التي تستعمل من أجل بيع البراندات الطرق التي تستعمل من أجل بيع البراندات وغيرها وآخر شيء هو أنني سوف أريك طريقة تسويق هذه البراندات رغم أن الأمر سوف يكون صعب بعد الشيء وفي بعض الأحيان سوف يكون الشبه مستحيل لكن على العموم سوف أريك الطريقة التي يجب أن تنهجها من أجل أن تقوم بتسويق البراندات التي سوف تقوم بشرائها مما سوف يجعلك تقوم ببيع هذه البراندات في أسرع وقت ممكن بعد أن تعرفنا على ما الذي سوف تقوم بالتعرف عليه في هذه الدورة الآن يجب أن نرى ما الذي يجب عليك أخذه بعين الاعتبار عندما سوف تقوم بمشاهدة هذه الدورة وكذلك عندما سوف تقوم بتطبيقها وتحقيق منها بعد الأربع هذا الأمر يمكنكم اعتباره مثله مثل الديسكليمر عندما قمت بشرح دورة تجارة الضمينة الشاملة فقد قمت بشرح الديسكليمر عدة مرات هذا فقط من أجل أن تأخذ العقلية الصحيحة بدون أي تدليس بدون أي كذب وبدون أي تضخيم في المعلومات فأنا أحب دائما أن تكون المعلومة دقيقة وصحيحة لكي تستفيد منها بأكبر قدر ممكن أول شيء هو أن هذه الدورة هي صالحة للمبتدئين والمحترفين في المجال أي أنك إن كنت لم تقم بمشاهدة دورة تجارة الضمينة الشاملة وقمت فقط بمشاهدة الدروس الأولى التي تتحدث عن الأساسيات التي تخص الأيكان وتشرح التيلديس وهذه الأشياء فأنت تصلح لك هذه الدورة وكذلك إن كنت شخص محترف وحقق الكثير من المبيعات في مجال تجارة الضمينة فأنت أيضا تصلح لك هذه الدورة وهذه الدورة سوف تنفعكم كلكما من أجل أن تقوموا ببيع دومينات بكثرة بأتمينة كبيرة جدا أمر آخر هو أن بيع الدومينات من هذه النوعية يأخذ الكثير من الوقت وهنا أسطر على الكثير من الوقت لأنه يأخذ الكثير من الوقت مقارنة بالدومينات الأخرى التي قمنا بشرحها فالدومينات الأخرى يعني ممكن أن تنتظر سنة سنة ونصف في أقصى الحالات سنتين من أجل أن تقوم ببيع هذه الدومينات لكن في البرند إبل دومين نفس الأمر لكن في بعض الأحيان قد يتأخر الأمر إلى حتى ثلاثة أو أربع أو حتى خمس سنوات يعني في كل سنة سوف تقوم بتجديد هذا الدومين مما يجعل هذا النوع من الدومينات صعب بعض الشيء مقارنة بالدومينات الأخرى لكن هنا سوف نتحدث عن الأمر مهم جدا والذي تحدثنا عنه في الدرس السابق والذي يخص البورتفوليو هو أنك يجب أن تمتلك عدد كبير جدا من الدومينات والتي هي تعتبر برند إبل دومين أي أنك لن تقوم بشراء برند واحد أو اثنان أو ثلاثة أو حتى خمسة هنا أنت لن تحقيق مبيعات كثيرة الأمر والسر الذي يكمن في نجاح دورة البرند إبل دومين هو أنك يجب أن تمتلك عدد كبير من الدومينات مما سوف يجعلك في كل مرة تقوم ببيع دومين دومين من الدومينات في البرتفوليو الخاص بك لأن التسويق لهذه النوع من الدومينات يعتبر شيء صعب بعض الشيء لأنه وبكل بساطة قد لا تجد زبائي المحتملون في بعض الأحيان تجد فقط شركة تأتي يعجبها اسمك وتقوم بشرائه هنا يجب أن تمتلك عدد كبير جدا من الدومينات مما سوف يجعل منك شخص تبيع دومينات بكثرة يعني مثلا هذه السنة تبيع 2 أو 3 دومينات السنة القادمة تبيع 3 أو 4 دومينات وهكذا دولي والأمر الآخر المهم جدا الذي يجب أخذ بها الاعتبار وأظن بأنه سوف يكون حافظ كبير لكم هو أن أتمنة البيع في البراند إبال دومينات هي الأتمنة كبيرة جدا مقارنة بـ Keyword Domains فعندما كنا نبحث في الـ Expire Domains كنت دائما ما أقول لكم بأن تقوموا ببيع الدومينات بأتمنة في المتناول تتراوح من 150 دولار إلى 300 دولار فهنا كنت أعيما أقول أن تلك النوع من الدومينات لا تعتبر ضمينات قوية جدا لكن هذه النوعية التي سوف نقوم بالتعرف عليها في هذه الدورة هي تعتبر ضمينات قوية جدا أقل شيء يمكنك أن تقوم ببيع الضمين في هذه النوعية هي ألف دولار يعني ممكن أن تقوم ببيع حتى بألفين دولار ثلاثة ألف دولار أو أربعة ألف دولار بدون أي مشاكل تخيل معي بأنك تمتلك خمسون ضمين أو مئة ضمين في السنة الواحدة جاءت كمثلا خمسة مبيعات وهذه الخمسة مبيعات الواحدة بألف دولار يعني طيلة السنة تحقق مبيعات قدرها خمسة ألف دولار بدون أن تقوم بعمل أي شيء فقط تقوم بشراء ضمينات بعشر دولار وتقوم ببيعها بألف دولار هنا ممكن أن تقوم بالتفكير بعقلية الطمع وتقول سوف أقوم بشراء أي ضمين كيفما كان أضعه للبيع بألف دولار وهنا سوف أحقق مبيعها بألف دولار لا يا أخي لا تفكر بهذه الطريقة وإن شاء الله سوف أعلمك كيفية التفكير بالطريقة الصحية وأعلمك ما هي الضمينات التي سوف تبيعها بهذه الأتملة فمن الممكن أن تقوم بشراء ضمين وهذا الضمين لا تكون له أي قيمة أنت في خاطرك تظن بأن قيمته ألف دولار لكنه صراحة قيمته لا تسوي حتى ثلاثة دولار لذلك مرة أخرى لا تفكروا بعقلية الطمع وفكروا أن تتعلموا قبل أن تربحوا لأنكم إن فكرتم في الربح فقط من أجل الربح فلن تربحوا أي شيء لكنك إن فكرت في التعلم من أجل الربح هنا سوف تقوم بربح المعرفة أولا ثم ربح المال ثانيا وهذه المعرفة سوف تمكنك من ربح عدد كبير جدا من الأموال بعد أن قمنا بمعرفة ما الذي يجب أخذه بعين الاعتبار يعني الديسكليمر الآن سوف نمر إلى أمر مهم جدا وهذا الأمر سوف ينفعكم كثيرا وسوف يعجبكم كثيرا وهي الوعود التي أعيدك بها في هذه الضورة أول شيء أعيدك به في هذه الضورة هو أنك عندما سوف تقوم بتطبيق هذه الضورة وعندما سوف تقوم بفهم هذه الضورة فتأكد معي بأن الأعين الخاصة بك سوف تقوم بتحليل أيضا من كيفما كان وسوف تقوم بتحليل هذا البراند فقط من النظرة الأولى أي أنك سوف تقوم بقراءة البراند وسوف تقوم بمعرفة أي نوع من أنواع البراندات هذه ومماذا يتكون وما هي قيمته وكل هذه الأشياء هذه الأشياء وهذه الأمور وهذه المعلومات سوف تتعرف عليها إن شاء الله في دورة البراند ابل دومينز ثاني وعد أعيدك به في هذه الضورة هو أنني سوف أجعلك تنشئ أسماء براندات قوية جدا رنانة سهلة في التذكر سهلة في النطق تعطي قوة كبيرة جدا للبراند الخاص بك تعطي للزبون المحتمل أو للمنصة التي سوف تقوم ببيع في هذا الضمين تعطيها قوة كبيرة جدا وتشجع الزبون المحتمل أن يقوم بالدخول إلى البراند الخاص بك من أجل أن تقوم ببيعه بـ 8 كما قلنا أقله ألف دولار مع العلم أنك تستطيع ببيعه بأتمنة كبيرة وكبيرة جدا ليست أقل من أربعة أرقام وثالث شيء وهو أهم شيء بالنسبة لكم وهو أن هذه الضمينات سوف أجعلك تبيعها بمبلغي فوق الألف دولار يعني أننا الآن نمر إلى المستوى الثاني من الضمينات بعدها فأنتعرفنا في المستوى الأول على الكيورد دومينز التي تستطيع ببيعها بثلاثة أرقام وهي تعتبر ضمينات لا بأس بها ممكن أن تقوم ببيعها بـ 150 200 300 يعني حتى 500 دولار بدون أي مشاكل في هذه الدورة سوف تتعرف على البراندات وسوف تتعرف على المستوى الثاني من تجارة الضمينات والتي هي ضمينات يفوق سعر الألف دولار وإن شاء الله بعد نهاية هذه الدورة سوف أمر معكم إلى المستوى الثالث سوف أريكم إن شاء الله بعد نهاية هذه الدورة الضمينات التي يفوق سعرها العشرة ألف دولار مما يجعلك تقوم ببيعها بأكثر من 100 ألف دولار أو حتى المليون دولار هذه الأرقام قد تظهر لك خيالية لكن كل شيء يأتي بالتدرج لا شيء يأتي دفعة واحدة إذن بعد أن تعرفنا على هذه المعلومات القيمة وصراحة أنا متحفز كثيرا أن أقوم بشرح هذه الدورة التي أنا متأكد أنها سوف تفيدكم كما أفادتكم الدورة السابقة وحققتم منها نتائج جيدة أنا متأكد بأن هذه الدورة أيضا سوف تنفعكم كثيرا وسوف تجعلكم تحققون أرقام كبيرة جدا وتحققون منها أرباح كبيرة جدا وأهم شيء وأنكم سوف تجعلون من العرب مفخرة كبيرا في مجال تجارة الضمينات الشيء الذي نطبح إليه منذ بداية شرح دورة تجارة الضمينات إذن شكرا لكم على المتابعة وتحية لكم إن لم تقوموا بالاشتراك بعد في القناة فقوموا بالاشتراك الآن إن لم تقوموا بتفعيل الجرس قوموا بتفعيله أيضا الآن إن لم تقوموا بالانضمام إلى مجموعتنا على فيسبوك سوف تجدونه أيضا أسفل هذا الفيديو وكذلك إن لم تقوموا بعمل فولو على حسابي على إنستغرام فجميع الروابط سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو إذن تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر